موسيقى مساء الخير مشاهد طوابير الذل عادة اليوم امام محطات الوقود في مختلف المناطق اللبنانية السبب هو ان مصرف لبنان اوقف العمل بمنصة صيرفة ما ادى الى تغيير الية صدور جدول المحرقات فرفعت بعض المحطات خراطيمها ما دفع بالمواطنين للتجمع امام محطات اخرى لسان حال الناس المقهورين يسألوا ماذا بالناس لتكون كبشة محرقة للصراع القائم بين النيابة العامة في جبل لبنان والمصرف المركزي بعدما كانوا امس كبشا للصراع بين القضاء نفسه وبعض المصارف ما ادى لحجب رواتبهم عنهم وعن اولادهم والسؤال الاهم للراقسين فوق مصائب اللبنانيين لتسجيل بطولات شخصية وانتخابية لماذا تصرون على دوس ما تبقى من كرامة الانسان في لبنان غير ان المعركة القضائية لم تقتصر على الاهداف المصرفية باشخاصها ومؤسساتها بل وسعت دائرة مرماها اليوم الى المواقع السياسية ومن الصف الاول اذ ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع بملف احداث الطيونة وترافقت كل هذه التطورات الدقيقة معمع هو ادها فقد نقل زوار مرجع امني كبير عنه اليوم نقل عنه التخوف من عدم اجراء الانتخابات النيابية المقررة في 15 ايار المقبل ولان الاجواء السياسية والقضائية والاقتصادية مؤاتية عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق السوداء اليوم فتجاوز عتبة 25 الف ليرة للدولار الواحد وفي الخارج الحرب في اوكرانيا قد لا تبقى كذلك والاوروبيون يخشون ان تمتد الى عقر ديارهم والقمم السلاس في بركسال اليوم هي تعبير عن كبير خوفهم هذا واللافت تحذير الرئيس الفرنسي حين قال مقبلون على ازمة غذائية عالمية غير مسبوقة بداية النشرة من لبنان ومن ازمة المحروقات ارتفاع كبير في اسعار المحروقات بحسب جدول وزارة الطاقة بحيث زاد سعر صفيحة المزوط 42 الف ليرة لبنانية وسعر قرورة الغاز 19 الف ليرة لبنانية واصبحت الاسعار على الشكل التالي المزوط 522 الف ليرة والغاز 319 الف ليرة في هذا الوقت يتواصل اقفال محطات المحروقات في الكثير من المناطق او تقنين البيع لفترة محدودة صباحا الامر الذي يحتم تزايد طوابير السيارات فقط المواطن الضحية التي تتحمل الكلفة المرتفعة والمتزايدة لصفيحة البنزين الى جانب شح الكميات وتحكم بعض المستوردين واصحاب المحطات بالكميات المفرج عنها في صيدة كما في باقي المناطق شهدت معظم محطات الوقود زحمة خانقة على مداخلها في حين اقفل بعضها بذريعة عدم تسلم اصحابها لمادتين البنزين والمزوط ممثل موازعي المحروقات فادي ابو شقر اشار الى ان ما حصل ان مصر في لبنان اوقف العمل بمنصة صيرفة ما ادى الى تغيير الية صدور جدوى المحروقات لكن بعد مناشدة المعنيين تم تمديد العمل بالدعم لمدة شهرين وتعقد اجتماعات متواصلة بين اصحاب الشركات النفطية ووزير الطاقة لاجاد مخرج للازمة وبعد اضراب اصحاب الصهريج السلساء اجتماع في وزارة الطاقة دم وزير الطاقة وليد فياض مع ممثلين عن نقابة اصحاب محطات المحروقات وتوزيع المحروقات والنقل العام والصهريج حيث تم تمديد العمل بالقرار السابق لمدة ثلاث سنوات لحين تسوية اوضاعهم فياض اكد ان لا ازمة شح في المحروقات ويعمل على معالجة الوضع اليوم عم بحكي باسمي وباسم معالي وزير الاقتصاد اللي ما قدر يكون موجود بس نحن متفقين على هذه القرارات اللي رح تصدر اليوم اللي قررنا فيه انه تفاهما للظروف اللي مرأت فيها البلد من جئحة كورونا والانهيار المالي والاقتصادي وايضا الانفجار المرفأ وكل هذه الظروف المخففة بالنسبة للالتزمات اللي طالبينها نحن بموزة بقرار واحد واحد ألف تي قررنا نأجل العمل بهذا القرار ثلاث سنين اضافية نمدد فترة العمل بالقرار لحد ثلاث سنين من تاريخ انتهاءه بيعطي هيدا شيء وقت كافي للمعنيين اللي عنا 1370 صهريج اليوم بالسوق انهم يسووا امورهم بحسب مقتضيات القرار والمرسيم ان شاء الله ان شاء الله عم نشغل على الموضوع ما يكون في شحب المحروقات ويكونوا المحطات كلهم فاتحين ان شاء الله عم نشغل عيدة الموضوع هلا لانه في عنا المصري في المركزي وتأمين الدولار وهالامور عم بتكون منخلصها هلا بهال ما متوقع ازمي انا قضائيا اصدر قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نولى منصور مذكرة توقيف وجهية بحق رجا سلامي شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامي كما حدد جلسة لحاكم المركزي رياض سلامي يوم الخميس المقبل اصدرت القاضية غدعون قرارا قضى بابلاغ الجمارك واجب منع نقل وتحويل اموال خارج لبنان لمصارف بيروت عوضي الاعتماد المصر في ماد اس جبئال وبلوم معمل الزوء الحراري يهدد سلامة المحيط مولوية تحرك ومجلس الوزراء يطلب من وزارة الطاقة تفكيك المعمل القديم ومؤسسة كهرباء لبنان تعترض على عدم اطلاعها على تقرير مولوي مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي وفي بيان له اشار الى انه اثر ورود معلومات الى وزير الداخلية والبلديات حول وضع مستودعات المواد الكيميائية العائدة لمعمل الزوء الحراري وبما ان الوضع الامني الحالي للمعمل غير سليم بسبب وجود ثغرات في استياج التقني وعدم توفر عناصر حراسة مما يسمح بدخول الاشخاص الى حرامه حيث تتواجد خزانات الادروجين والفيول ايل وبعد المواد الخطرة المنتهية الصلاحية وحرصا منه على سلامة المواطنين القاتنين في المنطقة والجوار لأسيما في ظل وجود خزانات غاز كبيرة لاحدى الشركات بالقرب من المعمل رفع الوزير المولوي الى مجلس الوزراء تقريرا تحذيريا مفصلا مطالبا بالتحرك الفوري لازالة كل ما يمكن ان يتسبب باي خطر لا سمح الله واشار المكتب في بايان الى ان المولوي طالب مجلس الوزراء بضرورة تأمين الحراسة لمعمل الذوق الحراري وكافة منشآته لحين تمكن ادارة المعمل من استكمال اعمال الصيانة ولفت الى انه على الاثر قرر مجلس الوزراء تكليف الجيش تأمين نقطة حراسة في المعمل بشكل فوري والكشف على المواد الموجودة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع اي ضرر قد ينتج عنها والعمل على نقلها وازالتها فورا وبناء عليه ارسل الوزير المولوي كتابا الى وزارة الدفاع الوطني ليطلب فيه اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوضع قرار مجلس الوزراء موضع التنفيذ عبداللهيان اكد فقته التامة بتمكن لبنان من انجاز الاستحقاق الانتخابي المقبل بالشكل الذي يؤدي الى رسم مستقبل افضل لهذا البلد العزيز امير عبداللهيان اكد في تصريح له فور وصوله الى مطار بيروت الدولي استعداد ايران بشكل رسمي من اجل مد جسور التعاون مع لبنان في مختلف المجالات لسيما الاقتصادية والتجارية منها وقال عبداللهيان انه منذ شهر تقريبا خلال اللقاء مع رئيس الحكومة في منتدم يونيخ طرحت عليه استعداد ايران للمساهمة في بناء معملين لتوليد الطاقة في لبنان بقوة 1000 ميجاوات لكل معمل اضافة الى استعدادنا للتعاون في العديد من المجالات عبداللهيان زار عين التيني والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بره اللقاء الذي استغرق ساعة غادر بعده الوزير عبداللهيان دون الادلاء بتصريح والى السراع حيث التقى وزير الخارجية الايراني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتم تباحثه في سبل تطوير العلاقات بين البلدين عبداللهيان زار وزير الخارجية والتقى الوزير عبدالله ابو حبيب مؤكدا الثقة التامة بان لبنان سيتمكن من انجاز الاستحقاق الانتخابي المقبل بالشكل الذي يؤدي الى رسم مستقبل افضل لهذا البلد العزيز نحن اليوم في بيروت كي نقولها بصوت مدوه نحن لا نريد الا الخير والهناء للبنان واللبنانيين اللهيان علق على مفاوضات فيينا قائلا مستعدون لانجاز اتفاق قوي وجيد ومستدام ولكن ليس ان يكون السمن اجتياز الخطوط الحمراء لايران ورحب بعودة العلاقات الطبيعية بين السعودية وايران وتمنى على السعوديين ان يتحركوا في الاتجاه الذي يخدم مصلحات هذه المنطقة نحن نرحب بعودة العلاقات الطبيعية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية النائب علي درويش رحب بالانفتاح العربي الخليجي على لبنان نفى خلال برنامج لبنان اليوم ويكون الرئيس ميقاتي قد لوح بالاستقالة احتجاجا على صراع القضائي المصرفي في البلاد لبنان هو بلب توازنات هذه التوازنات هي مرآة للأقليم ومرآة حتى على مستوى التوازنات الدولي بالإضافة لمصلحة استراتيجية أساسية بتقول أنه واجب هناك يكون فيه تقارب عربي عربي بهالمرحلة لا الانكباب على الملفات اللي هي رح تواجه كل العرب المرحلة القادمة هالكباش القضائي المصرفي حتى أنه سمعنا كمان أنه الرئيس نجيب ميقاتي أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه أنه لوح بالاستقالة ما سمعته من يومين تلاتي ما سمعته لدولة الرئيس نجيب ميقاتي ما سمعته لدولة رئيس نجيب ميقاتي ما كسرت الدعاء والقضائي ضد حاكم مصرف لبنان رياد سلامة ما سمعت بأي تصريح من تصريحات دولة رئيس نجيب ميقاتي أي شيء يشير إلى تلويحه بالاستقالة هذا المباشر على المسرح على المباشر بالإجمال يعني دوت الرئيس دائما عملية الأمور سفي تهديئة من قبل بعض الصفراء يعني لتهديئة الرئيس بالنهاية بالواقع اللي حموجودين فيه رئيس مئاتي حاجة أساسية بهالمرحلة نحن ما فينا نحكي بواقع اللي عم نعيشه ونحكي بحكومة مستقيمة الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى بالأغلبية مشروع قرار حول أوكرانيا ينتقد دور روسيا بانتظار انتهاء أعمال قمتي الاتحاد الأوروبي والدول السبع الصناعية اتفق قادة دول الحلف الشمال الأطلسي نيتو الذين اجتمعوا في بروكسال على تعزيز الجناح الشرقي للحلف في مواجهة الهجوم العسكري الذي تشنه روسيا على أوكرانيا وحذروا موسكو من استخدام الأسلحة الكيموية وذكر بيان مشترك بعد اجتماع زعماء دول الثلاثين الأعضاء في الحلف في بروكسال أنه ما زلنا على قلب رجل واحد في معارضاتنا للعدوان الروسي ومساعدة أوكرانيا حكومة وشعبا ودفاعا من جميع الحلفاء وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قادة الحلف وفقوا على نشر أربع مجموعات قتالية جديدة سلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا والمجار موضحا أن إنشاء هذه المجموعات شرق أوروبا إشارة قوية إلى أننا سنحمي كل شبر من أراضي الناتو وقال سنواصل دعم الرئيس الأوكراني وحكومته بمساعدة أمنية كبيرة لمواجهة العدوان الروسي ودعمهم في الدفاع عن النفس وقال الأمين العام للحلف يانستونبرغ أن الناتو طلب من الصين أن لا تقدم أي دعم للعمليات العسكرية التي أطلقتها روسيا في الرابع والعشرين من شباط الماضي وسط تنديد غربي وفي رده اعتبر الناطق باسم مزارة الخارجية الصينية أن اتهام بكين بدعم موسكو عبر الترويج لمعلومات خاطئة بشأن أوكرانيا هو في ذاته نشر للتضليل مشددا على أن موقف الصين يتناسق مع رغبات معظم الدول وأي اتهامات غير مبررة أو شكوك حول الصين ستحزم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي من جهته أشار إلى أن عشرة ملايين نازح وثلاثة ملايين لاجئ سببتها حرب روسيا على أوكرانيا حتى الآن موضحا أنه يجب رفض النفط الروسي ومنع السفن الروسية من الرسو في المرافق السويدية واتهم موسكو باستخدام قنابل فوسفورية في أوكرانيا تطورات ميدانية بارزة مع دخول الهجوم الروسي على أوكرانيا الأسبوع الخامس في تطور هو الأول بهذا الحجم أعلنت البحرية الأوكرانية عن تدمير سفينة الإنزال الروسية أورسك كرب مدينة بيردانسك الساحلية ومع دخول الهجوم الروسي على أوكرانيا أسبوعه الخامس أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن الأوكرانيين أجبروا الكوات الروسية على التراجع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لمسافة تزيد عن 30 كيلومتر شرق كييف وأن الجيش الروسي باشر بإقامة مواقع دفاعية في عدد من جبهات القتال وقال أن الأوكرانيين نجحوا في دفع الروس للتراجع إلى بعد 55 كيلومتر شرق وشمال شرق كييف وحتى الثلاثاء كان البنتاجون يقول أن القوات الروسية تتمركز على بعد 15 إلى 20 كيلومتر من وسط المدينة وأعلن الناطق باسم الإدارة العسكرية لأودسا مقتل قائد قوات المشاة البحرية الروسية التي حاولت مهاجمة أودسا في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مروحيات روسية من طراز كا 52 أليجيتر دمرت مستودعا للذخائر تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ من طراز فخر ونشرت وزارة الدفاع صورا قالت أنها لعملية استهداف المستودع بهذه الصواريخ من بعد تجاوز السبعة كيلومترات كما عرضت وزارة الدفاع الروسية صور إطلاق صواريخ من طراز باتيسون من شواطئ جزيرة القرم باتجاه أهداف أوكرانية في محيط مدينة ريفنا كما عرضت صور إطلاق صواريخ كاليبر من سفن حربية في البحر الأسود باتجاه المواقع نفسه الرئيس عون تداول مع الرئيس ميقاتي في التطورات وأكد أمام نادي الشرق لحوار الحضرات حرصه على متابعة مبدأه في مكافحة الفساد رغم سعي البعض لعرقلته تناول رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة ومداولات مجلس الوزراء في الشؤون التي تتم معالجتها حياتيا واجتماعيا وأطلع رئيس ميقاتي رئيس الجمهورية على أهداف الزيارة التي سيقوم بها إلى دورة قطر كما تم التطرق إلى نتائج زيارة الرئيس عون إلى الفاتيكون واللقاءات التي عقدها هناك إلى ذلك كانت لرئيس عون ومعهر جولة أفق تناولت العلاقات اللبنانية الفرنسية وصبل تطويرها في المجالات كافة إضافة إلى تطورات الأقليمية والدولية لا سيما منها الوضع في أوكرانيا وردود الفعل الدولية حياله كما تناول البحث تحرك الفرنسي الخليجي لدعم لبنان اجتماعيا وإنسانيا إضافة إلى مسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي وأهمية إقرار خطة التعافي المالي في أسرع وقت وديبلوماسيا أيضا انتقى الرئيس عون سفير إسبانيا في لبنان السفير جوزي ماريا فاري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الرئيس عون وأمام وفد نادي الشرق لحوال الحضرات أكد أنه حريص على متابعة ما بدأه في مكافحة الفساد رغم ساعي البعض لعرقلته وهو ما تجلى منذ سنتين في مواجهة إصراره على التحقيق في حسابات مصر في لبنان ولفت إلى أن بعض القرارات تعرقل في مجلس الوزراء لعدم توافر موافقة الثلثين إلا أنه ورغم ذلك تمكن من التصديق على مشاريع استخراج الغاز والنفط حيث تبين وجود الغاز إلا أن الضغطات الدولية منعت من استكمال العمل كما نجح لبنان في تطهير أراضيه من الإرهابيين وأقرار قانون الانتخابات وتحقيق الانتظام المالي من خلال إنجاز الموازنات بالإضافة إلى ملء الفراغ في الجسم الديبروماسي وذلك قبل استفحال الأزمة الاقتصادية وختم الرئيس عون بالإشارة إلى العرقرة التي يواصل ممارستها البعض وعدم اتخاذ التدابير لوقف الانهيار المالي الحاصل متحدثا عن أعدم إقرار الكابيتال كونترول حتى الساعة على سبيل المثال للحصر مؤكدا أن لبنان لابد أن ينهض من جديد وفي عين التيني الرئيس بري ترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس ودعا إلى جلسة عامة السلساء ولجان الإسنين لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال قرر الدعوة هيئة العامة للاجتماع نهار الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة والنصف وأيضا دعوة اللجان المشتركة نهار الثنين في تمام الساعة العاشرة والنصف أيضا لبحث قانون التبتال كونترول وبالتالي أقر جدول الأعمال الذي تبلغه السادة النواب جميعا الرئيس ميقاتي التقى وزير الشؤون الاجتماعية والنائبة بهية الحريري وعرض الوضع الإنساني في لبنان ودور الاتحاد الدولي للصالب الأحمر مع رئيس بعثة الاتحاد التطورات السياسية عرضها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع النائبة بهية الحريري والتقى النائبين إيهاب إحمد وابراهيم الموسوي وأتم عرض الأوضاع وشؤون إنمائية لمنطقة البقع الرئيس ميقاتي التقى وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار وتم البحث في سير برنامج أمان وفي قضايا تتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية ومستقبل مراكز الخدمات الإنمائية والصعوبات التي تواجهها وكان الرئيس ميقاتي قد التقى رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حسام الشرقاوي الذي تطرق إلى الوضع الإنساني في لبنان ودور الاتحاد الأوروبي لجمعيات الصليب الأحمر كما تم النقاش في توسيع الاستفادة من خبرات الكادر الموجود في لبنان لمساعدة الاتحاد الدولي في التدخل لمساعدة دول أخرى كما تم ترحو سبل التعاون في مجالات عديدة منها الصحة والإسعاف والخدمات الإنسانية الرئيس ميقاتي التقى وفدا من لجنة معالجة أوضاع الأطفال اللبنانيين مكتومي القيد وتم عرض عمل اللجنة والخطوات المستقبلية والمشاريع المنوي تنفيذها بعد ظهر التقى الرئيس ميقاتي وفدا من منظمة الفاو بحضور وزير الزراع عباس الحاش حسن وكان قد التقى رئيس ميقاتي المدير العام لمكتب الشرق الأوسط في الخارجية الكندية بحضور السفيرة الكندية في لبنان في السراي ترأى سرايس ميقاتي اجتماعا للجنة الأمن الغذائي بمشاركة القطاعات النقبية المعنية إذن سنكون مع فور جهوز التقرير كتلة الوفاء للمقاومة دعت الحكومة لتشكيل هيئة ثوارئ للحد من التداعيات الخارجية على الوضع الصحي والمعيشي في لبنان وأشادت بموقف رئيس الجمهورية في الفاتيكا استحقاق الانتخابي النيابي محطة مفصلية لتقرير المسارات التي ينبغي التزامها لحماية لبنان إزاء سياسات الهيمنة الأمريكية من جهة أو إزاء تداعيات فشلها في تحقيق أهدافها من جهة أخرى إن الكتلة إذ تحيي الموقف الصريح والمسؤول لفخامته حول المقاومة وأهمية دورها في مواجهة الاحتلال ترى فيه تعبيرا صادقا ومنصفا عن حقيقة موقف اللبنانيين ومشاعرهم وعن مبرر تمسكهم بخيار المقاومة عودة إلى الشماع لجنة الأمن الغذائي في السرع عفوا نعتذر عن هذا الخطأ جولة لوزير الأعلام زياد مكاري في مبنى تلفزيون لبنان في الحزمية برفقة المديرة العامة فيذيان لبوس وتأكيد على ضرورة نهوض بالشركة الإعلامية الأم اطلع وزير العلام زياد مكاري على وضع تلفزيون لبنان في الحزمية مشيرا إلى وجود خطة لترميم المبنى وبالتالي الاستفادة منه بغية إيجاد مداخيل إضافية تخدم مصلحة التلفزيون عم نشتغل على مشروع كتير جدي لهيدا المبنى احنا اعلن عنه باعتقد اسبوع أو اسبوعين عنا خبر كتير حلو بالنسبة للمبنى إن شاء الله منقدر نترك بصمية منيحة للبلد وللأعلم وللتال يلي هو بالحقيقة بالحقيقة بالنسبة لوزارة الأعلم هو أكتر ملف شيئك بس أهم ملف وأكتر ملف نحنا فينا فيكون في إبداع وحول وضع الموظفين والمساعدات التي أقرت من الدولة اليوم شو بتوجه للموظفين يلي عم بيسمعونك هلأ يلي ثلاثة رباعة مش قادرين يروحوا عشغل هلو هني الموظفين بالنهية بيشبهونا يعني بيشبهوا كل الموظف أنا أستاذ جيمعة لبنانية أكيد عندي شغل كمان شغل واقف بقول فرد شي نحنا كلنا فرد مختص فبدنا نساعد بعضنا قد ما فينا بعرف أنه الدولة ما فيها ما فيها أموال لهالسبب هيدا عم نعمل المشروع نقدر نجيب أموال من الخارج أنا كوزير إعلام لا أبدأ أشتغل جديا على تعيين مجلس إدارة مثل ما بتعرف البلد مسياسة طويف مزاهب بس أنه في طاقات عند الكل بدنا نحاول بالموجود نقدر نعمل ماكسيموم إشارة إلى أن وزير الإعلام جال والمدير العامة للتليفزيون في فيان لبوس على كافة أقسام التليفزيون في الحازمية في ظل ارتفاع أسعار الطحين وتخبط الأفران مخبز خيري يبلسم معاناة الناس في شارون التكافل الاجتماعي في أبهى صوره بهذا يمكن اختصار تجربة أبناء شارون في علي ففي الوقت الذي يتخبط فيه لبنان بأزماته الاقتصادية والاجتماعية مبادرات فردية حلت مكان الدولة لتعويض النقص الهائل في مقاومات الحياة وفي هذا الإطار مبادرة إنسانية كريمة في شارون علي تفسر معنى الإنسانية وهي عبارة عن إنشاء مخبز لتوزيع الخبز مجانا يوميا ما يقارب 250 ربط لكل من قصده نشكر صاحب المبادرة صاحبين العياد البيضاء نتكلم كل شخص اللي عم يكون معنا والفريق اللي عم يشتغل بهالمخبز يعطيهم ألف حافي جميعا ويتميز هذا المخبز بأنه لا يستقبل التبرعات المادية من أي جهة كانت وتقتصر المساعدات على العينات كالطحين والغاز ومستلزمات المخبز ماذا في التفاصيل عم يتمتو زي حوالي 250 لاتمائة ربطة بالانهار بيفتح من التنين للسبت كمان المخبز ما بيتقضى أي تبرعات مادية فقط على التبرعات العينية من الطحين لقميري لغاز لأكياس نيلو نحن بهذا الوضع الاقتصادي اللي نحن عم نمر عم نمر فيه عم لغ كتير في ناس عم تزور هيدا المخبز بالإضافة أنه فيه لجل متطوعين اللي موجه لهم شكر وتقدير على عمل اللي عم يقوموا فيه المخبز شانون الخيري هو انطلق بمبادرة كان فيها سيد نمر نجيب الصايد ونحن النوراتي اللي هين جيوان اللي بيحضوا حظنا وساعدوا فيه هذه الحالة لأنه هذه هدفترة عبادة كتير أعطوا من نفوسكم إذا كتنالون الأجر العظيم من الله مبادرات إنسانية مشكورة في خدمة المجتمع وهنا يطبق القول لا أعظم من أن تكون إنسانا عودة إلى اجتماع لجنة الأمن الغذائي في السارع بخصوص استعمال 50% كارت و50% كاش عم ينشغل عليها إن شاء الله بنقدر نوصل لحل إنه بفترة الأعياد وفترة الصوم عند كل الطواقف بما فيها هلأ وبما فيها مرحلة شهر رمضان وما بعد شهر رمضان إنه طلبنا نحن من السوبرماركت تزويد وزارة الاقتصاد بسلة غذائية مكونة تقريبا بين 15 و20 منتوج أساسي غذائي يكون بأسعار مخفضة يقدر المستهلك يشتريها ويأمن قوته اليومي ويقدر يكون مرتاح بهالفترة وما بعد أيضا رمضان وفي مسلسل الأزمات دهم مفاتيش وزارة الاقتصاد بمساندة عناصر من الأمن العام سبعة مستودعات بعد تأكد من عدم التزام أصحابها ببيع مادة الدقيق للمواطنين بالتسعيرة الرسمية المعتمدة استنادا لمضمون المحاضر السبع أصدر النائب العام الاستئنافي القاضي رهيف رمضان قرارا قضى بتشميع المستودعات المخالفة مباراة لبنان وسوريا المؤهلة لمونديال قطر 2022 لم تكتمل بسبب اندلاع أعمال الشغب في ملعب صيدة لم يبخل لقاء الرياضي بين منتخبين لبنان وسوريا رياضيا بل تحول إلى حالة شغب وهرج ومرج فقد وقع إشكال خارج ملعب صيدة البلد خلال مباراة لبنان وسوريا في تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022 ما دفع بحكم المباراة لوقفها في الدخيخة 70 عندما كانت النتيجة تشير إلى تخدم سوريا بنتيجة 3-0 وفي التفاصيل فإن حالة من الشغب في صفوف جمهور المشجعين تطورت إلى تراشق بالحجارة خارج ملعب صيدة البلد بين الجمهور اللبناني من جهة والجمهور السوري من جهة ثانية ما لبث أن امتد إلى الملعب ليتعذر معه استكمال المباراة وعلى الفور تدخلت فرخ جيش اللبناني للفصل بين الطرفين وتهدئة الوضع لتنتهي المباراة بفوز المنتخب السوري مزيد من الأخبار المحلية المتفرقة في هذا الشريط قدم وزير السياحة وليد نصار ممثلا رئيس الحكومة نجيم ميقاتي التهنئة لرئيس أعضاء المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية في كاتدرائية مارجا ورجوس في وسط بيروت أتمنى لهم النجاح في عملهم لما في خير للبنان واللبنانيين عقد سفير أوكرانيا مؤتمرا صحفيا في مقر السفارة في بعبدة تطرق في خلاله إلى القضايا المتعلقة بالوضع الحالي في أوكرانيا معتبرا أن الغزو سيؤثر سلبا على الإمدادات الغذائية وفرصة للبنان أن يكون لاعبا في سوق الطاقة بحرمان روسيا من مشاريع النفط والغاز لا يزال لبنان تحت تأثير منخفض جوي مثلج وبلغ الخميس زروته ويستمر التأثير حتى الأحد وتتساقط السلوج مساء على 700 متر وافدت غرفة التحكم المروري بأن طريق ظهر البيضر سالك أمام كل المركبات باستثناء الشاحنات فيما أقفلت معظم الطرق الجبلية الأخرى جراء تراكم السلوج وحذرت مصحة الأرصاد الجوية من تكون الجليد على المرتفعات بدءا من 900 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح أهلا بكم أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير معروف هو الأخير ضمن سلسلة عمليات إطلاق مقذوفات أجرتها الدولة النووية منذ مطلع العام وأشارت هيئة الأنكال المشاركة في كوريا الجنوبية في بيان إلى أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير معروف نحو الشرق من جهتها رجحت قوات خفر السواحل اليابانية أن المقذوف قد يكون صاروخا باليستيا وإلى الصفحة الرياضية كانت إيطاليا على موعد محصة تدريبية بغاية الأهمية بباليرمو قبل لقاء شمال مكدونيا بنصف نهيئ الملحق اللي ممكن يأهل لمونديال قطر 2022 وكانت إيطاليا فشلت بالتأهل لمونديال 2018 بروسيا فبعد ساعات الليلة رح يتجدد الانتحان لا معرفة إذا هالمرة مدرب إيطاليا روبيرتو منشيني رح يساعد لمواصلة المشوار أو لا الفيز من هاللقاء رح يواجه الفيز من مباراة بورتغال وتركيا بالنياء لا شك أن المنافس بكارة أمريكا الجنوبية مش تحل للتأهل لمونديال قطر 2022 وبالأخص بالنسبة لبيرو وأرقواي ويبدو أن الأمور أفضل لأرقواي حاليا بعد فوزة بآخر مبارتين مع مدربة لجديد دياغو ألونسو لرح يسعى أن يأهل فريقه تجنبا لمفاجأة بالملحق تشيلي عنده امتحان مميز لتأهل لمونديال قطر 2022 حين رح تلعب على ملعب مراكانا شهير ببرازيل مع متصدرة المجموعة بكارة أمريكا الجنوبية ولكن مدرب لفوريا روخا مارتين لسارتي مدرك تماما أنه عنده إصابة عديدة بصفوف فريقه ومارتين عم بيواجه ما تعب لأنه تشيلي اللي هي بالمركز السيدس بتصفية بعد 19 نقطة رح تواجه ببرازيل المتصدرة مع 39 نقطة من 15 مبارات تواجهت مكسيكو الولايات المتحدة الأمريكية للملعب للتحضير لمبارات بتصفية كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022 لرح بتصير على ملعب آستيكا وقد ذهب الفوريقين وبجعبتهم 21 نقطة مع العلم أنه الولايات المتحدة الأمريكية متقدمة على مكسيك بفرق الأهداف ولكن خلف كندا لبرازيل 25 نقطة ورح تحاول فرق 3 التأهل للمونديال القطر نهية هالسنة مباشرة على أنه يلعب رابع المجموعة بملحق يحدد ليحقا ختاما جرى مساء اليوم سحب اليناصيب الوطني اللبناني وقد ربيحت الجائزة الكبرى 110 ملايين ليرة الورقة التي تحمل الرقم 0862 9 بعد أن أعيد السحب مبروك للربحين بهذا الخبر نأتي إلى ختام هذه النشرة شكرا لحسن المتابعة تصبحون على خير اشتركوا في القناة